عليكم السلام وحباتي اهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة وموعد هذه الندوة ان شاء الله 6 يناير 2023 يعني في بداية سنة 23 ولحن لا زلنا في مظاهر الحياة الخلقي في المجتمع المملوكي القاهيري خصوصا تأثرا بدين التصوف وانهاردة موضوع هذه الحلقة والحلقة الاتية بعدها يعني عن بؤر الانحلالي في القاهرة المملوكية ونتحدث بقى عن بولاق وارض الطبالة بؤر الانحلال طبعا الانحلال كان يمارس في البيوت وكانت هناك اماكن رسمية للانحلال بتدفع ضريبة الى اخره وكان هناك محترفات وكان هناك بقى يعني هاويات من النساء خارج القطاق الاحتراف يعني اه فكان بيؤدى في جماعات يعني يعني حفلات الجنس الجماعي اه لكن كان في اماكن مخصوصة بيكثر فيها هذا ومعنى بيكثر فيها هذا يعني معناها ده بعلم الدولة وبتشجيعها الدولة اللي هي بتطبق الشريعة الدولة اللي مصرا في فيها كبار ائمة اه الفقه السني زي ابن حجر والعيني وغير 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 ويعني وكان بالنسبة لهم ده زادس اوكي مفهاش حاجة ده الشريعة بتاعتهم كده لان التصوف بتاعهم هو هو كده يعني هو دين التحلل والخلق فشهرت بولاق وارض الطبالة حالت اوقف مع بولاق يعني بولاق ليه لانها كانت على النيل والجماعة المزاجنجية عايزين يمرسل الانحلال وهما على النيل يعني الماء والخضرة والوجه الحسن فكدب بولاق بقى من اهم اه الاماكن التي تنتشر فيها بؤر الانحلال الخلقي فاه اه السخاوي يقول عن نيل ايه بقى السخاوي اللي هو السخاوي المقرخ المحدث يقول لك واعلم ان النيل بن نعم العظام والايات الجسام التي ألاقوا مقابلتها بالشكر والخضوع والذكر لا بما يفعله من الركوب في الشخاتير الشخاتير هي المراكب والتجاهر بالمناكير يعني كانوا الناس بتركب أوارب وسفن للنزهة ويمارسون الانحلال في داخلها على النيل والتجاهر بالمناكير بحيث زيد في ذلك على العهد وفاق على العد وبعد أن أقول لك ولله در المظفر بيبرس الجاشنكير ده واحد تاني سلطان حيث منع من الركوب في الخليج النزهة بل لمن تكون له حاجة لما ينشأ عن ذلك من الفساد وليته دام كما رام ما أبطله أيضا من موسم عيد الشهيد حيث كان الفسكو والفجور والمجاهرة بالمعاصي أمر عظيم يعني بيبرس الجاشنكير ده كان واحد سلطان وهو الذي وضع ابن تامية في السن واستمر مدة قصيرة وعزل يعني لكن هو الحاجات من المآثر بتاعته أنه منع السفن النهرية خالص بسبب أن هي لا تستعمل أو يعني أغلب استعمالها في الجنس الجماعي ويعني حتى أبطل كل حاجة يعني حتى السفن العادية الناس اللي هي بتتصيد الناس اللي هي مسافرة إلى آخره وخدها من طريقها كده لكن بعد ذلك هو ذاته خلع من السلطنة وطفش ورجع الأمر إلى ما كان عليه هنا السخاوي بيقولك برضو أنه أبطل ما يحدث من جنس جماعي أو غير جماعي في موسم أو في عيد الشهيد حيث كان يحدث فيه الفسك والفجور والمجاهرة بالمعاصي بيقولك أمر عظيم ده اللي عمله ببارس جاشا كير لكن رجعت كل حاجة كما كانت يعني بعض الأمراء زي الأمير بركة وهو ده كان من الذين ثاروا على سلطان برقوق وكان له سلطة فسنة 1882 قيلة لأمير بركة قد كثر الفسك والمعاصي في الخلجان وبركة الرطلي وقد خرجوا في ذلك عن الحد فأمر بركة بوضع سلاسل حديدة على أفواه القناة التي تمنعها المراكب وفي سنة 1832 تطبع الأمير قرقماس اللي هو حاجب الحجاب تطبع مواضع الفساد فأراق الخمر وحرق الحشيشة المغيرة للعقل وهدم مواضع ومنع من الاجتماع في مواضع الفساد ده كان كله كلام عام عن بؤر الانحلال بما فيها بولاق لكن أتوقف مع بولاق بالذات لأنه سنة 570 انحصر النيل فظهر الجزيرة سموها جزيرة الفيل وتقلص المياه عن سور القرى الذي كان ينتهي إلى المقياس وصار هناك رمائل وجزر كان يمر فيها النيل وقت الفيضاني فقط وبعدين الناس فرتبني في هذه المنطقة بتشجيع ناصر محمد بن قلوون سنة 713 فصار ساحل النيل حتى منة السيرج منتظما بالعمائر وتنافس الناس طبعا على وش النيل في الإقبال على اللذات والإلهماك في المصرات مما لا يمكن وصفه ولا يتأتى شرح ده الكلام لجود المقريز وبعدين حدث الخراب سنة 1806 لأنه كان فيه حصلت أزمة اقتصادية شديدة سنة 1806 والمقريز كله يقول لك 1806 لما يتحدث عن الأزمات وعن التغيير اللي يتحدث في القاهرة يقول لك 1806 فعدث الخراب بعد سنة 1806 فأصبحت على حد قود المقريزي كيمانا موحشة أو موحشة كيمان وخرائب مغفرة كأن لم تكن مغنى صبابات وموطن أفراح وملعب أطراب ومرتع جزلان تفتن النساك هناك وتعيد الحليمة سفيها ده طبعا تعبيرات أدبية يعني بعد لما كانت كذا وكذا وكذا أصبحت بقى كيمان وخرائب إلى آخر ابن إياس يقول إيه كان الفسكو قد كثر ببولاق جدا حتى خرج الناس عن الحد وبعدين أصبها حريق فتلاشى أمرها دايما لما تقرأ ابن إياس بتلاقي لما بيصف للحلال كله يقول لك خرج الناس عن الحد يعني الناس متطرفة يا اخوان في الموضوع دا يعني أقول لك استعارت بولاق ما كانتها في عالم النجوم بعد السنوات من موت المقريزي ففي حادث ثبنمية خمسة وستين وده أقول لك خرج الناس عن الحد في الفتكي اللي هو ده الأول هو ابن إياس تنوية تسعة وثلاثين يعني ابن إياس بول إيه خرج الناس عن الحد ده في تنوية ستة خمسة وستين بعد موت المقريزي خرج الناس عن الحد في الفتكي الفتك ده اللي هو التعبير بتاع الانحلال الخرقي يعني وخصوصا بقى حين يرتبط الانحلال يكون فيه مبارسة جنسية ويكون فيه خمر ويكون فيه حشيش يسموه فتك خرج الناس على الحد في الفتكي والقصفي القصفي اللي هو شرب الخمر والعجدي بسبب الفرجة في بولاق يعني بولاق بقى رجعت بقى عليها الشهرة القديمة ونصرحت هناك ونصبوا هناك الخيام حتى سدوا باء رؤية البحر يقومون في الرمل ليلا من نساء ورجال وهم في غاية التزخرف وبعدهم يقول لك فهجم عنهم المنصر المنصر اللي هم الجماعة قطاع الطرق يعني على حين غفلة ونهبوهم في منتصف الليل يعني جماعة اللي هم اللصوص لقوا الناس بقى سكرين وتمام فهجموا عليهم في منتصف الليل في نفس العام حين توقف النيل وخشة سلطات المملكية من غضب الله ودعما كان لما تحسس فيه مصيبة هنتعرض لك بالتفصيل فيما بعد فيقول لك بس هي المعاصة اللي بجبدان كلامت فلما توقف النيل في نفس العام اللي هو نذكر بيك عام 865 توقف النيل وخشة السلطات المملكية من غضب الله فاعتقلوا كثيرا من الفساقي في بولاق وجرسوهم جرسوهم يعني يعملوهم موكب ويمشي على حمارة مقلوب ويعود الناس بقى يتفرجوا عليهم وهم يهانون فكانت التجريس أو التشهير من ضمن طرق الإهانة والتعذيب فهم اعتقلوا بقى كثيرا من الجماعة اللي هم كانوا مية مية في بولاق يعني كانوا في حالة الحجار الخلقي وجرسوهم وكان من جملتهم يباع المفاجآت الحلوة كان من جملتهم ابن قاضي القضاء القاياتي فشهره مع غيره كان ابن سيادة القاضي كان منظوم من جمل معدول ومن اثار بولاق حتى عصرين الراهني على غاتل القرن العشرين رود الفرق اللي هو ملاصق للنيل وكان طبعا فيه اماكن للحلال الخلقي وهكذا نخش بعد كده في ارض الطبالة ارض الطبالة هي اللي هي العباسية دلوقتي كانت سميت ارض الطبالة ليه لان الخليفة الفاطمي المستنصر كان ادى الارض دي ليه واحدة مغنية طبالة واشادت بالفاطمي وهي تدق له الطبالة فقال له طب تعي طبالة خد الارض اللي هناك دي فسميت الارض بارض الطبالة طبعا بعد كده سميت العباسية لا اسباب تانية المقريزي ماذا يقول عن ارض الطبالة اقول لك وكانت من احسن منتزهات القاهرة ويمر النيل الى جانبها الغربي وكانت رؤيتها من العجاب من فيها من مناظر واوسطين ثم خربت في غلاء سنة 696 في سلطنة كتبغة ثم بدأ الناس في عماراتها سنة 711 ثم ازداد عمرانها بعد حفر الخليج الناصري تلتاع محمد ناصر محمد بن القلوون سنة 725 ومروره الى جانبها ثم اصابها الغلاء بالخراب سنة 777 وبقي منها في عهد المقريزي ما يعرف بالجنينة تصغير جنة ويقول عنها مقريزي بن اخبثي يعني بقى منها من ارض الطبالة ديت حتة اسمها الجنية مقريزي يقول لك بن اخبثي بقاع الارض يعمل فيها بمعاص الله عز وجل وتعرف ببيع الحشيشة التي يبتلعها ارادل الناس وقد فشت هذه الشجرات الخبيثة في وقتنا هذا فشوا زائدا وولع بها اهل الخلاعة والصخف ولوعا كثيرا وتظهروا بها من غير احتشام من بعد ما ادركنا تعد من ارض الخبائس واقبع القذرات وما شاء في الحقيقة افسدوا بطبائع البشر منها والاشتهارها في وقتنا هذا عند الخاص والعام بمصر والشام والعراق تعين ذكرها والله اعلم يعني لون انها مشهورة اوي وبتعمل هذا الاثر الكبير اللي هو طبعا حشيشة الفقراء يعني مش كان حاذكرها الاخ المقليزي لكن اهم شيء انها كانت ارض الطبالة كانت فيها منطقة الجنينة ديت كانت هي مشهورة بانها غرزة كبيرة اوي لانحلال الخلقي ومنه الحشيش بعد كده طبعا هنخش في المنافس للجنينة وبولاق ارض الطبالة اللي هي بركة الرطلي شكرا احباتي ونلتقى في الحلقة القادمة عليكم السلام احباتي اهلا وسلامكم في برنامجكم ندوة الجمعة وهذه الحلقة موعدها 13 ناير 2023 ونتحدث عن بؤر الانحلال الخلقي في القاهرة المملوكية ونتوقف عن بركة الرطلي وده في محور ما ظهر انحلال الخلقي في المجتمع المملوكي تأثرا بالتصوف ايه يا بركة الرطلي بقى يعني بركة الرطلي كانت موجودة العهد القريب يعني يقول عن المقريزة هذه البكرة من جملة ارض الطبالة يعني تبع المنطقة اللي هي في العباسية فقد ترتب على حفر الخليج الناصري ان اتصل النيرو ببركة الطوابين فامتلأت وسميت ببركة الرطلي نسبة الى الرجل يصنع الارطال الحديد كان يعيش في زاوية الى جانبها يعني كان في زاوية صوفية وفيها واحد بيعمل الارطال الحديد فسميت المنطقة باسمه بركة الرطلي واقيم جسره بعد البركة والخليج الناصري وقمت بيوته على الجسر وصرت المراكب تعبره او تعبره للبركة اتيتها من الخليج ويتحمل ارباب الخلاعة والمجون ده كلام المقريزي وقل وصرت المراكب تعربه اليها من الخليج الناصري فتمر هناك وللناس احواله من اللهوي يقصر عنه الوصف يعني مجون مش يقدر يوصف المقريزي قللك وتظاهر الناس يعني تظاهر يعني اظهروا يعني تجاهروا وتظاهر الناس في المراكب بانواع من منكرات من شرب المسكرات وتبرج النساء الفاجرات واختلطهن بالرجال من غير انكار فاذا نضب ماء النيل زرعة هذه البركة بالقرط وغيره فيجتمع فيها الناس من يوميا الاحد والجمعة عالم لا يحصى يعني اذا النيل جف من البركة دي بتطلع فيها زروعة برضو الناس تروح هناك ومعنى ان الناس تروح هناك رجال ونساء وكذا وكذا بيختلطوا ببعض خلي بالك لما يعني المرأة كما قال ابن الحاج هي طالع من بيتها بتلبس نقاط لما تروح اماكن لهم بتكشف فنفس الحكاية هنا ان هما تظاهروا زي ما اقول ما قلت زهرة والناس بالبركة بقى مركبات كذا كذا وتبرج النساء الفجرات ما قالش يعني تبرج يعني المغاني قالك الفجرات عشان يشمل لان هنا طبعا ما عادش فيه فرق بين الوحدة المحترفة وبين الوحدة العادية الوحدة المحترفة يعني هتروح ليه ما هي هناك موجودة في بيت الدعارة والناس بتروح له لكن الموجود هنا بقى في بركة الرطلي النساء مش المحترفات النساء اللهم الهاويات اللهم بروحوا وتكشفوا الشها ويختلط بها رجال كلمة يختلط الرجال وبالنساء ده تعبير مهذب جدا عن الحفلات الجنسية حفلات الجنس الجماعي ما اقولك اختلط الرجال وبالنساء مش اختلطوا بهم بقى عشان خاطر يروجهم ببردة البصيري لا ده اختلطوا عشان خاطر الرفاهية من سنة 806 تلاشى امرها وفيها الى الان بقية صبابة ومعالم انس بقية صبابة 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 اللي هو الحب مغرم صبابة ومعالم انس وبعدين بعد كده عادت بكرة الرطلي الى شهرته بعد الموت المقريز فعود السماح للناس بتسكن فيها وفتح الجسر يعني وعادت لالي بركة الرطلي كما كانت حتى ان الوزير العبادي اللي كي يوفر الاموال للسلطان خشخدم اصطنع طريقة جديدة للمصادرة سنة 368 هي ان يصادر السكارة من الرؤساء في بركة الرطلي الجماعة الرؤساء اللي هم المباشرين المباشرين عن كبار الموظفين اللي هم بيسرقوا وكانوا من الوظافة المدنية او الوظافة الدينية او الوظافة الديوانية او كانوا من المماليك كانوا يخذوا الفلوس ويروحوا يسكروا وهيصوا في بركة الرطلي فالوزير العبادي في سلطانة خشخدم اخترع طريقة الشيقات اللي يجب فيها فلوس انه يروح ويصادر الناس دول ده كان سنة 868 فالعلم ده خل الناس زعلت منه وهجوه هجاء فاحشا بذيئا لانه ازاي يروح وينغص على الناس ديتهم في مزاجهم مع انه طبعا هم بولوم ما تعملوش كده بولوم بس يرهات فلوس ثم تمت شهرة بركة الرطلي في ناعة العصر المملوكي لما ابتدى يعني حين زرعوا فيها الحشيش سنة 1915 يقول ابن اياس والنوادر اللطيفة ان بركة الرطلي زرعت في هذه السنة حشيشا وهذا لم يتفقت ما حصلش قبل كده وكان الذي زرع الحشيش كمال الدين ابن قوسان وقد استأجر ارض بركة الرطلي فكان كل من دخل اليها ابتهجوا بذلك ولسيما اصحاب الكتبة من الحشيشين فجاء اليها الناس افواجا يتفرجون على ذلك الحشيش وقد وضع من اهله محله حتى عد ذلك ابن النواتر يعني اقول لك وضع من اهله محله هو ده ده ما كان الحشيشين الزرع هنا يعني وفي يقول بعض الشعراء ده اللي بيذكروا الاستاذ ابن اياس قولك تناهت بركة الرطلي حسنا وصارت جنة فيها عروش وقد زرعوا الشوانق في ثراها يبدو ناسيمها طلع الحشيش طبعا واضح بعد كده بقى بسبب ان هي مكان غرزة كبيرة للمجون وقلة الادب سكنها كثير من رجال الدولة والقضاء يعني برما روح من القاهرة ويركب وياخد تاكسي ومش عارف ايه لا هو احسن حاجة يسكن هناك فسكنها كثيرون من رجال الدولة والقضاء وانفقوا اموالهم على الفسق والادمان مما حدى بسلطان الغوري للتدخل حرصا على الاموال هم بيقضوا بسرقوا وروحوا ضعوا هناك لا ده ما نفعش ففي سنة 917 يعني بعد زرع الحشيش بعامين بالضبط في المنطقة دية قام الغوري بمنع جماعة من المباشرين ان يسكنوا بركة راتلي وضيق عليهم في ذلك وقالهم انتو تضيعون مالي في بركة راتلي انتو ويعتبر ان المال اللي هم بيضيعوه هناك ده مال وهو تتقضي الاموال تسرقوها من الناس مفروض تتجيلي انا انتو تقطوها وتسرقوها وتروح تضيعوها في بركة راتلي عند الغوازي وعند الصبيان والحاجات دي يعني قال لهم انتم تضيعون مالي في بركة راتلي فلاسكن احد منكم بها فلاسكن احدهم مباشرين في هذه السنة حتى ولا القضاء القضاء كان ابرز الناس اللي بروحوا يعودوا هناك عشان خاطر ياخدوا مزاجهم يعني فكانت بركة راتلي في هذه السنة في غاية الاهمال وقلة البحجة ده اللي بقوله ابن اياس لكن لما استمر ذلك شهورا فعين السلطان الغوري الزين باركات الزين باركات من اشهر شخصيات في عصر السلطان الغوري وده كان ساكن في بركة الراتلي فمش بعيد يعني عن عن اسمائلية فحادث ان السلطان غضب عليه واعتقلته ثم افرج عنه فقامت له بركة الراتلي مهرجانا ويقول ابن اياس عن الزين باركات بعد الافرج عنه كان ساكن من بركة الراتلي فزينت له بيوتها وزغردت له النساء ولاقته الطبول والزمور ومغاني النساء طبعا الرقصات والرقصين الرقصات الاحياء منهم والاموات عملوا هيصة اوي للزين باركات كانت ابض عليه وانطلع فقعدوا وعملوا مواقب واقعدوا اصولوا بالتحية بتاعتهم يعني اصولوا يعني ايه يعني اه واصبح بقى لبركة الراتلي نفوذ لان المحتسب الزين باركات كان بيعيش فيها وكان صاحب نفوذ كما قلنا مرض سلطان الغوري وعندما عوفي اه من المرض اللي هو سلطان الغوري يعني امر الزين باركات سكان بركة الراتلي بالاحتفال بشفاء السلطان فالبا للرقاصين والرقاصات وكذا وكذا الوم اعملوا اعتفال عشقات السلطان كان عيان وشوفي فقامت المغاني بالدور الخير القيام فانطلقت الزغاريد والطبول والزمور في المراكب يعني راحوا بقى وعملوا مظاهرة من الرأس والغناء في المراكب وده ثلاثة جمع متوالية ثلاثة جمع يعني جمع يعني اسبوع يعني قعدوا ثلاثة اسابيع يا مؤمن يرقصوا ويغنوا عشقات شفاء الامير السلطان الغوري والامرهم كده اسموا الى زيني بركات وصار يقع بالبركات من القصف والفرجة ما لا يحصى وصفه ولا سيما وصار امر سلطاني وصار يقع في البركات من كل الله امور غريبة من سماع واشياء حافلة طبعا بقى السلطان الغوري رضي وقال ما فيهاش حاجة ووزينه بركات صاحب نفوذ كبير جدا فقال لهم خدوا راحتكم يا بتوعي بركة الراطلي وظلت بركة الراطلي تؤدي دوراه يمكن لغاية يعني قيام ثورة العسكر سنة 952 شكرا يا حباتي ونلتقي في الحلقة القادمة